أعلن مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم تسيير قوافل السلام لدعم المواطنين في مناطق الحركة الشعبية داعيا قائد الحركة عبد العزيز الحلو ورفاقه لقبولها مشيرا إلى أنها هدية بلا أجندة وتأتي في إطار المبادرة لتعزيز السلام وأشهد مساعد الرئيس لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه بمدينة كادوغلي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية والمساعدة لمكافحة الألغام أشهد بجهود المركز القومي لمكافحة الألغام ووزارة الدفاع في تطهير المناطق الخطرة المسجلة من الألغام هذا وقالت المنسق العام للأمم المتحدة بالخرطوم إن السودان أحرز تقدما ملحوظا في برنامج مكافحة الألغام نال بموجبه العديد من الشهادات والإشهادات من الجهات والإدارات الأممية المعنية بالبرنامج وأضافت أن التزام واهتمام حكومة السودان ودعمها لبرنامج الألغام كان وراء استجابة المانحين لدعم برنامج السودان